أنا مسألا بكم إذا الآن قمنا بتثبيت برنامج VirtualBox قمنا بإنشاء جهاز وهمي باستخدامه في هذا الدرس سنرى كيفية إنشاء أو تثبيت نظام تشغيل في هذه الحالة سنحاول تثبيت Windows XP على النظام الوهمي الذي قمنا بإنشائه إذن هذا هو النظام أو الجهاز الوهمي الذي قمنا بإنشائه في الدرس السابق نضغط نختاره هنا ستظهر لنا المعلومات الخاصة بهذا الجهاز الوهمي اسمه نوعا نظام تشغيله بمعلومات عن الرام والعديد من المعلومات هذه المعلومات يمكن تغييرها من بعد أي أنها ليست نهائية يمكن تغييرها في أي وقت نريد حتى بعد تثبيت Windows XP على هذا الجهاز الوهمي إذن نختار الجهاز الوهمي Windows نضغط على Start تظهر لنا هذه النافدة أولا هي فقط معلومة تبين أنه يجب الضغط على Control زر Control اليمين لتنقل بين الجهاز الوهمي النظام الضيف والنظام المضيف أنا أعتقد كنت قد شرحت هذين المفهومين من قبل مثلا النظام المضيف في حالتي هنا هو هو Ubuntu والنظام الضيف وسيكون هو Windows XP إذن أضغط OK هنا سيعطيني أني هذه أول مرة أقوم بتشغيل جهازي الوهمي فعلي أن أقوم باختيار نظام تشغيل لأثبثه عليه أضغط Next هنا يعطيني من أين سأقوم بتثبيت نظام التشغيل أضغط على إلا ما يقوم باختيار نظام المناسب هنا أضغط على هذه الأيقونة وأقوم بالبحث في القرص الصرابل في ملفاتي أن أقوم بجر أو باختيار ملف الأيزو الخاص بالWindows الذي أريد تثبيته إذن مثلا هنا أريد تثبيت Windows XP لدي نسخة أصلية إذن أفتح وأضغط على Next وStart إذن الآن سيبدأ نظامي الوهمي لاحظ الآن أنه يبدأ بتشغيل Windows Windows Setup لأقوم بتثبيت الWindows XP داخله كأني أقوم بتثبيت الWindows XP على جهاز حقيقي إذن طريقة التثبيت هي كما على جهاز حقيقي نتطبع المراحل لاختيار القرص الصلب أو يمكن تقسيم القرص الصلبة الذي اخترناه هنا أشير إلى أن العمل سيكون على القرص الصلب الوهمي الذي هو عبارة عن ملف لأوضح لكم هنا وليس القرص الصلب الحقيقي الذي نستعمل وإنما هو عبارة عن ملف كما رأينا في الدرس السابق سيتم إنشاؤه داخل مجلد المنزل إلا من أقوم بتغيير إذن هذا هو القرص الصلب الوهمي الذي أشتغل عليه الآن إذن الويندوز سيثبت داخل ذلك القرص الوهمي وليس على القرص الصلب الحقي الذي أستعمل إذن يمكن تتبع مراحل التثبيت بطريقة آلية ألاحظ مثلا هنا أضغط على أضغط على ثمانية وهنا راح معي القرص الصلب كنت اختارت خمسة جيجا بالضبط هو الحجم الذي يعطيني إياه برنامج التثبيت لويندوز إكس بي إذن أضغط على أريد أن أثبته بصفة مباشرة على هذه لحذه أي القرص الصلب أضغط فقط أضغط على فورمات أضغط أنتر فورمات ليقوم بتهيئة القرص الصلب بنظام أضغط أنتر والآن سيقوم بعملية الفورمات التهيئة وإكمال عملية التثبيت عملية التثبيت كما قلت كما على جهز حقيقي يعني يمكن للجميع تتبعها في حال كان قد سبق له تثبيت ويندوز إكس بي على جهز حقيقي أنا سأقوم بالاكتفاء إلى هذا الحد وفي الدرس المقبل سنرى بعض العمليات التي يمكن أن نقوم بها لاستعمال ويندوز إكس بي في هذه الحالة داخل أوبونتو وأيضا لاستعماله بطريقة أفضل وهناك بعض المشاكل التي يجب أن نقوم بالتطرق له إذا نلتقي في الدرس المقبل إن شاء الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر